بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير احلام والركياء الشرعية. النهار ده هنتكلم مع بعض عن رؤية الدبلة اه في المنام. هنتكلم عنها بشكل عام. سواء رؤية شراءها او ارتداءها. كمان هنعرف امتى بتكون رؤيتها اه محمودة وامتى بتكون رؤيتها غير محمودة. كمان هنعرف اه معناها للفتاة العزباء. للرجل لمرأة الحامل للمطلقة. آآ هنحاول نجمع اكبر قدر من التفسيرات المتعلقة برؤية الدبلة. اولا الدبلة آآ بشكل عام للشاب او للفتاة العزباء من الرؤى اللي بتبشر باقتراب الزواج. والزواج او الارتباط بين شخص هيكون ليه مكانة وكمان هيكون ميسور الحيل. كل ما كانت الدبلة آآ غالية او آآ شكلها سمين. كل ما كان الحالة المادية للشخص ستكون افضل. آآ كمان من الرأي الدبلة برضو من الرموز اللي بتدل على آآ مكانة هيحصل عليها الرأي في آآ عمله. كمان من الرموز اللي بتدل على الاستقرار في حياة الرأي بشكل عام. رأي الضياء الدبلة من الرموز اللي بتكون غير مستحبة اولا بتدل على آآ قرب او على آآ بلاء او على مشكلة ممكن تكون صعبة شوية على الرأي. الفتالة عزباء او الرأي بشكل عام لما يشوف ان هو معا دبلة بس فيها صدى. الدبلة المصدية في المنام معنا كده ان في شخص هيتقرب او هيحاول يتقرب آآ منها ولكن الشخص ده غير مناسب هيسبب لها آآ مشاكل كتير وهيسبب لها هم آآ في حياتها. كمان المرأة المتزوجة برضو لما تشوف الدبلة في المنام اولا آآ من الرموز اللي بتبشرها بالاستقرار. آآ لو شافت المرأة المتزوجة ان زوجها بيهديها بالدبلة فمن الرأة اللي بتدل على استقرار في حياتها الزوجية وعلى حب وآآ موادها بينها آآ وبين آآ زوجها. لما تشوف برضو انه آآ بترتديها او ان هي اشترتها او ان جوجها بيقدمها لها آآ هدية فبيكون آآ بشارة ليها بالحمل القريب. من الرموز برضو لما تشوف انها فقدتها او ان هي ضاعت منها او تسرقت او اتقصرت آآ كل دي من الرموز اللي شوية بتكون غير مستحبة. انا ممكن تدل على مشاكل او على خلافات هتحصل بينها وبين آآ زوجها. الفتاة العزباية كمان لما تشوف التبلة بيكون بشارة ليها بصمعة طيبة وكمان اخلاق كويسة آآ من الرموز برضو اللي بتبشرها بارتباطها آآ من شخص هيكون لي برضو صمعة طيبة واخلاق آآ حسنة آآ من الرموز برضو اللي بتدل على آآ زواجها من شخص ميسور لو شافت ان التبلة دي مصنوعة من الماس مثلا او فيها احجار كريمة او شكلها آآ غالي فمن الرؤى اللي بتدل على زواجها من شخص هيكون لي مكانة وكمان هيكون ميسور الحالة. لما تشوف ان التبلة اللي هي آآ لابساها او ان تشوف ان في حد بهديها بالتبلة او اشتريتها لكن تشوف ان التبلة دي معوجة آآ الدبلة دي مش مصبوطة. فمعنى كده انه هيتقدم ليها شخص او شخص هيحاول يتقرب ليها ولكن الشخص ده هيكون غير مناسب. وهيكون غير مناسب من الناحية الدينية ومن ناحية الخلق. فهيكون سيء الخلق او سيء التباع. كمان مش هيكون آآ شخص آآ ملتزم. آآ برضو لبس الدبلة في الايد اليمين للفتاة العزباء بشارة ليها بعقت القران والزواج يمكن من غير فترة آآ آآ خطوبة او هتكون فترة الخطوبة شوية آآ آآ قصيرة. آآ برضو الفص بتاع الدبلة لما تشوف ان في الدبلة بتاعتها فيها فص. فدي مكانة واستقرار وعمل وترقية آآ ممكن تحصل عليها. كمان المرأة الحامل لما تشوف الدبلة فبيكون بشارة ليها بانجابها لي آآ انسة والله اعلى واعلم. آآ لما تشوف الدبلة البيضة او دبلة مصنوعة من الفضة او مصنوعة يكون لونها ابيض فدي انسة. اما الدبلة الدهب فبيكون آآ زكر. آآ كمان الدبلة من الرؤى اللي بتدل على آآ يعني آآ رزق ليها وكمان على ولادة سهلة ولادة ميسرة. المرأة الحامل لما تشوف ان الدبلة ضاعت منها فللأسف بتدل على آآ فترة الحاملة هتكون فيها متاعب او هتمر بآآ فترة آآ يعني فيها قلم او فيها متاعب آآ صحية. كمان الرجل لما يشوف ان هو بيرتدي الدبلة فبيكون برضو آآ بشارة ليه بحب ويتفاهم بينه وبين زوجته باستقرار لما يشوف يشوف ان الدبلة سليمة ما فيهاش اي حاجة. اما لما يشوف ان الدبلة آآ ممزقة او مكسورة او ضاعت منه فللأسف طيعة الدبلة من الرموز اللي بتدل على خسارة آآ مال او آآ خسارة عمل للرأي او فقدانه للوظيفة. آآ لما يشوف الشخص الغير متزوج ان الدبلة بتاعته او الشخص الخاطب لما تشوف ان الدبلة آآ بتاعته اتقسرت فبتكون مشاكل مع آآ خاطبته. اما لو كان اعزب مش متجوز او مش مرتبط خالص وشافي ان هو الدبلة بتاعته آآ ضاعت. آآ فلالأسف بتدل على ان فيه امرأة هتتحاول انها هتتقرب منه ولكن المرأة دي مش هتكون امرأة آآ صالحة. فعليه ان هو آآ يحذر. آآ كمان الدبلة للشاب برضو من الرأة اللي بتدل على خطوبته للفتاة هتكون جميلة وكمان هتكون ليها صمعة آآ طيبة. المرأة المطلقة. المرأة المطلقة لما تشوف ان هي آآ رجعت مرة تانية آآ تلبس الدبلة بتاعتها القديمة. فمن الرأة اللي بتدل على رجوعها مرة تانية لزوجها السابق. اما لما تشوف ان هي لابسة آآ دبلة وان هي خلعتها من ايديها ورمتها. فمن الرأة اللي بتدل على خسارتها لشخص كان في حياتها. آآ كمان المرأة المطلقة لما تشوف ان هي بتشتري دبلة جديدة او بترتدي دبلة جديدة ويتشوف ان شكلها آآ حالو آآ او ان في حد بيهديها بالدبلة دي. فبرضو بيكون بشارة ليها بالزواج للمرة التانية. كمان الدبلة من الرأة اللي بتدل على فرصة هتتاح قدامها لي آآ الفرصة دي هتكون آآ ليه التعارف بين شخص هيكون شخص صالح وهيكون عود ليها عن آآ زوجها السابق. الدبلة المقصورة كمان من الرمز اللي بشكل عام سواء كان رجل او انه يا ده جاوزها. الدبلة المقصورة او المشروخة من الرمز اللي بتدل على مشاكل او هموم احيانا ممكن تؤدي للانفصال. آآ لما تشوف المرأة ان هي لابس دبلة آآ مقصورة ولبسها وخلاص فمعنى كده ان هي آآ هتعيش في مشاكل آآ زوجية او خلافات ولكن هي هتبقى الحياة آآ مستمرة. ده كده باختصار اهم التفسيرات اللي متعليقة بروية الدبلة في المنام. آآ بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو في اي سؤال او استفسار اكتبوهي تحت. وانا ان شاء الله هرد عليكم. بشكركوا جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلام.